نروح بقى للموضوع ده المراضي التالت بقى بجد التالي فات ده كان التالي ده المراضي التالت وموضوع تقريبا هناخده ثلاثية زي النهاردة كده التالتة تبتأ وده فعلا محتاج يكون ثلاثية لان انا دايما بشوف ان كويس قوي ان يكون عندك بعض الناس اللي بتتحدث بلسان المنافس تؤمن ان مرة التحكيم مرة اتحاد الكورة مرة دعم ما مرة حنافية بتتقفل وبتتفتح مرة اسباب كتير جدا ملهاش علاقة بالسبب الرئيسي او السبب الحقيقي لمشاكلك بشوف ان ده بيفيدك جدا يا اسامة كمنافس وبيسحل عليك الموضوع وبيخليك تبعد كل البعد عن انك تعالج اسبابك الحقيقية احنا مع كل المغالطات المنطقية اللي بتطلع قلنا قبل كده رجل القش صحيح النهاردة فيه قلنا قبل كده الرنجة الحمرة بصراحة يعني شغالين على كل المغالطات المنطقية اللي ممكن تقابلوها في حياتكم ودي حاجة مهمة جدا وكويسة جدا واحنا فرحانين بها اعتقد كده من كلام احمد عرفته مين اللي معانا في المنتدى احمد عفيفي مفيش مشكلة ان انت تتكلم او تدي مسكنات لجمهورك ده شأن يخصك ولكن لما تبدأ تسقط الوضع اعلاميا عن نادي الاهلي وتتكلم ان مشكلة ما بين مدير فني ولاعب زي ما حصل مع كعربة ومسيماني كان الاعلام له توجه فيها وهو انه تعامل مع الموقف بشكل مختلف تعالوا نشوف احمد عفيفي قال ايه ونرجع نرد بالورقة والقلم مش بالكلام والمغالطات نشوف عايز اتكلم هنا بقى في كذا زاوية من زاوية العمل الصحفي والاعلامي الزاوية رقم واحد الصح الصح ان لو عندك خبر تقوله مقياس الوحيد للتعامل معاك هو هل الخبر صح ولا غلط لكن الخبر ده هيؤدي الى توطر الاجواء مش مستحملة ما عايزين نلم الدنيا مش شغلك يا صحفي تقول الخبر ان شاء الله يعمل قنبلة ان شاء الله ان شاء الله يعمل زلزال وده المتعرف عليه في كل مكان في العالم انت دورك تقول الخبر بس الخبر يطلع صحيح ايه هي تبعات الخبر مش شغلتك مش خصتك مش موضوعك ما يخصكش ومحدش يقدر يحملك مسئولية اي تبعات لاي خبر ما دام الخبر صحيح الاسقاط اللي اسمعتو ده كان على ازمة كهرباء ومسيماني عفيفي تساءل ان الكلام من الصحافة والاعلام فيما يخص الازمة نفسها طلع بعدها فاول الموضوع ان كان فيه شكل من اشكال التكتم لمصلحة النادي الاهلي مع انه لو فكر للحظة يراجع مجموعة من الاخبار قبلها كان شاف ازاي الاعلام اللي بيتكتم عشان النادي الاهلي كان بيتناول الاخبار اللي بتقول كهرباء يسير ازمة في معسكر النادي الاهلي الاهلي لكهرباء ومشاكلك كترت وتتعارض مع قيم ومبادئ الاهلي كهرباء الفولت العالي العنصر المشترك في ازمات النادي الاهلي اذا ببساطة جدا وفي ثواني بسيطة جدا نفينا ان الاعلام ده او الصحافة دي عندهم اي شكل من اشكال اسامة محاولة التكتم على اخبار تخص كهرباء لخدمة النادي الاهلي بس عندنا مواقع خلينا اقول نقطة مهمة جدا انا باتفق تماما مع كل الكلام اللي قاله في الفيديو ده تحديدا لكن انا باختلف عن فكرة توصيفه للازمة دي انها بتخدم النادي الاهلي انا باتفق معاه ان الاعلامي من حقه ان هو يقول الخبر ايا كان تابعة الخبر لكن اللي حصل الحقيقة مع كهرباء هو كمان محاولة ايجاد اخبار مفبركة للاصارة ولكن احمد عفيفي ما كانش بيشوف ده وما كانش بيشوف غير ان التكتم حصل في مباراة الاهلي وطراء الجيش في غرفة الملابس لا الحقيقة الموضوع مع كهرباء والاعلام موضوع اعتقد واضح جدا للجميع وتعالى يا احمد نوريك فيديو لاسلام صادق وبيتكلم عن كهرباء وكمان بيكرر مصير كهرباء من وحي الخيال لكن الاتجاه الاقرب في حالة استمرار او داخل النادي الاهلي في حالة استمرار مشاكل محمود عبد المنعم الكهرباء الاستغناء عنه بنهاية الموسم تاني في حالة استمرار مشاكل محمود عبد المنعم الكهرباء داخل النادي الاهلي هيتم الاستغناء عنه نهاية الموسم هو مراقبة محمود عبد المنعم الكهرباء وطر صرفاته خلال الفترة اللي جاية في حالة بقى استمرار المشاكل دي قد يتم الاستغناء عنه الاستغناء عنه بقى بالبيع بالاعارة دي طبعا مسؤولية المسؤولين داخل النادي الاهلي بنوضح أن احنا متفقين أن انت من حقك طول الخبر لكن الكابتن إسلام صادق افتح له أي حلقة في أي يوم في أي وقت وهتلاقي دايماً كلامه عن كهرباء يا كهرباء عمل المشكلة يا كهرباء عمل من شهر المشكلة وإحنا فاكرينها النهاردة يا كهرباء هيعمل بعد شهر المشكلة وإحنا بنتوقعها له من النهاردة يا كهرباء بيتعقد مع يوسف أوباما يا كهرباء بيجيب لعب من زمالك عشان يقعد مع الكابتن سيد عبد حفيز يا كهرباء هيمشي أساساً الكهرباء زيدة قوي في برنامج الكابتن إسلام صادق فأحنا بنؤيد وجهة نظر أحمد عفيف أن الإعلام يقول الخبر صحيح فقط لغير وإذا كان الإعلام تكتم على حاجة حصلت بين مدير فني ولعب في غرفة ملابس بعد مباراة فالإعلام تكتم على لعبين رفضوا أنهم ينزلوا التمرين وتمرضوا ومحدش يتكلم خالص مع أن الملعب مكشوف والتمرين كان واضح والمدير الفني كان قاعد مستنى اللعبين بس اللعبين رفضوا ينزلوا